غدير الارياني مالكة محل دكان يعتبر مشروعها من ضمن المشاريع الريادية الناشئة في مدينة صنعاء تقوم غدير بتلبية طلبات زبائنها باستمرار وتوفير الاكسسوارات وتفاصيل الدكور والزينة المنزلية التي يحتاجون اليها باستمرار بدأت فكرة دكان الفكرة موجودة من زمان بس نفقتها تقريبا كان فيه شوية معوقات سميتها دكان لان اخترت اصلا مكان صغير تقريبا عبارة عن دكان فحسيت ان الاسم المناسب لها يكون دكان اسست محلها دكان في نهاية 2019 في محل صغير يتسع للبضائع التي تأتي بها من خارج البلاد لتناسب اذواق مختلف شرائح المجتمع على الرغم من كونها مختصة في الجرافك الا انها قررت ان يكون لها مشروعها الخاص بعيدا عن متاعب الاعمال المكتبية والحكومية كوفيد 19 يعتبر من العوائق والتحديات التي تواجه ملاك المشاريع الصغيرة في اليمن مما تجعلهم يعتمدون اعتمادا كليا على بيع بضائعهم على الزبائن من خلال منصات الانترنت مثل الفيسبوك وغيرها في البداية لا الصراحة ما كشفي اي معوقات ازمة الكورونا ما كورونا اثرت على المحل تقريبا بسبب الشحن طلب البضائع طلب الاشياء اللي دائما تتوفر كان صعب جدا ان اوفرها خلال هذه الفترة النصيحة اللي احب اوجهها انه اي احد مع اي فكرة مشروع لا يتأخرش انه ينفذها مهما كان في صعاب مهما كان في شوية مشاكل ممكن يتواجهها على خطوة خطوة حتى ينجح المشروع بشكل تام من المهم ان يتمسك الجميع منا على تنفيذ فكرة مشروعه التي يجد انها ناجحة وتدر عليه بالدخل الجيد لتجعله يمضي قدما في ظل ظروف البلاد وهذا ما فعلته غدير من خلال دكانها الصغير المالي بالتفاصيل الانيقة توقع اشتركوا في القناة